في عنوين هذه النشرة مطردت الإرهاب في أزقة المخدرات والصرقات شهيد ثاني والخطة مستمرة روسيا تبلغ عن سوريا كيميائيا ومجلس الأمن ينقسم الحرير من بروكسال يروي حكاية عبد الله ويعلن عن كنبلة موقوطة الوضع الحالي في لبنان يأكبر كنبلة موقوطة بري الفراغ سيطير البلد حرام نعم الفراغ بالبلد لأنه حنروح إلى المجهول والمجهول ما حدا بيعرفه شوي فلنتحد على أرض الغد مهرجان بين جبايل وتل أبيل موسيقى بونجور للزميل جورس صاليبي وفي تراند سطبله بداري كده رأس المعلمة الممنوع موسيقى تفاصيل هذه العنوين وأخبار أخرى تتابعونا في النشرة بعد قليل موسيقى 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 مساء الخير غاز العصاب المستخدم في إدلب قتل أطفال خان شيخون وقطع أنفاسهم لكنه أحيا في المقابل رغبة دول في قطع رأس النظام هي الحرب التي يدان فيها الجميع ويلعب بعصابها الكل من دون استثناء لكن ضحية واحدة ستقع ويجري تصويرها وبيع أساها ودموعها في السوق الدولية والحرب وقعت في مجلس الأمن إنما بنتيجة محسومة لأن اليد الروسية سترتفع حاجزا أمام إدانة النظام السوري بعدما قدمت واشنطن وباريس ولندن مشروع قرار من سبع نقاط في شأن مجزلة خان شيخون وطالبت بفرض عقوبات على سوريا غير أن الفيتو الروسي ليحتاج إلى سماع بقية النص لبل إن مندوب روسيا أكد عدم الحاجة إلى التحقق من استخدام دمشق أسلحة كيميائية وقال إن المعارضة السورية زيفت تقارير عن ذلك وحقيقة المجزلة كانت قد أوضحتها وزارة الدفاع الروسية ببيان يظهر أن الطائرات السورية قصفت مستودعا للأسلحة في خان شيخون وهذا المستودع أو دعته المعارضة ذخائرها السامة لكن تصريحا واحدا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير مسار الاتهام إذ أعلنت المنظمة اللا أدلة على أن ما جرى هو ضربة جوية عند هذا الحد انتهت جلسة مجلس الأمن وغادر المندوبون بلا تصويت فيما اتهمت المندوبة الأمريكية موسكو باستخدام روايات مزورة حول الحادث وقالت إن المجزرة تحمل بصمات النظام وغاز الأعصاب المسموم انتخابيا لا يزال يشي بوقوع ضحايا من السياسيين وهو سيكون مادة نقاش في جلسة المساءلة غدا في مجلس النواب الموعودة بمواقف بتسمى البدن ومع سرياني تهريبة عن توافق بين الأفريقاء نفت معظم المصادر أي اتفاق لكن معلومات من داخل تيار المستقبل قالت إن المستقبل لا سيوافق على النسبية بأربع عشرة دائرة شرط موافقة الجميع من عون وجعجع وجنبلات الذي أصبح في عداد الموافقين لكن من هم في عداد المعطلين يسويقون لكلام يبدأ بحرب أهلية ولا ينتهي بالسقوط إذ نقل النواب عن الرئيس نبي بري في لقاء الأربعاء قوله إن الذهاب إلى الفراغ هو تطير للبلد ولذلك فإن أي تفكير أو استسهال في هذا الأمر يعني مزيدا من السقوط والانهيار للمؤسسات هو تهديد باستخدام غاز السران السياسي الذي يمكن أن يتفاداه بري إذا مختصر الطريق وفرض قانون الانتخاب الوارد من الحكومة السابقة على التصويت أما بقية طروحه فهي ما سيأخذنا إلى الفراغ وهي البلغصة بعينها إذا ما استخدمنا تعبيره الحرب الأمنية على عصابات المخدرات والخوات والطفار لا يبدو أنها ستتوقف هنا فالقرار اتخذ وإن أدى إلى سقوط شهداء لن ينال الدركي عفيف جعفر تنويها بسبب توقيفه مطلوبا بجرائم فرض خوة وسرقات بل سينال أرفع الأوسمة وسام الشهادة فقد ارتفع جعفر شهيدا في أثناء تنفيذه عملية دهم لتوقيف المطلوب عيسى المقداد في التفاصيل إثر ورود معلومات إلى مغفر الأوزاع تفيد بوجود المطلوب المقداد في محل لإصلاح الدراجات في منطقة الأوزاع دهمت قوة أمنية المكان ولدى محاولة المقداد الفرار أطلق الرصاص من مسدسه فأصاب برصاصة الدركي جعفر في وجهه ما سبب وفاته بعد نقله إلى مستشفى الزهراء واحد مطلوب كان عم يدهمه فأوص عليهم بالعالي هني أوصوا عليه بالعالي أما إذاكي عم ينطع عن التلي أم أوصوا من تحت اشتل طلع برأسه للدركي أم ميت لم يكد يعلنوا الخبر حتى غصى المستشفى بذوي الشهيد وأصدقائه وحضرت قوة من الجيش وضربت طوقا أمنيا في محيط المستشفى قدمت مؤسسة قوى الأمن شاد الحاج بالأمس شهيدا واليوم عفيف جعفر لكن الحملة الأمنية لضبضبة المطلوبين لا تزال مستمرة ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الأسلحة الكيميائية في سوريا أبرز تلك الهجمات كان عام 2013 في الغوطة الشرقية تبدل أن ذاك النظام والمعارضة الاتهامات بالمسؤولية فهددت واشنطن بضرب دمشق وقرع الطبول الحرب لكن توقيع اتفاقية أمريكية روسية في جناف حول تفكيك ترسانة سوريا الكيميائية أدى إلى عدول واشنطن عن قرار الحرب اليوم السيناريو يتكرر في خان شيخون ووزارة الدفاع الروسية تحسم الجدل بخصوص المسؤولية عن المجزرة وسط استنكارات دولية لا تزال قضية مجزرة خان شيخون تتفاعل وسط تقدم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بمشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد بالهجوم الكيميائي وفي المشروع أنه على الحكومة السورية تقديم خطط طيران والسجلات اليوم أمس للجنة تحقيق دولية إضافة إلى أسماء جميع قادة سرب الطائرات المروحية والسماع بدخول القواعد الجوية التي يعتقد المحققون أنها ربما استخدمت لشن هجمات بواسطة أسلحة كيميائية وسط اعتراض روسي مشروع قرار مجلس الأمن يحمل طابعا معاديا لسوريا ويمكن أن يؤدي إلى تأجيج الوضع المتوتر في المنطقة كلها فيما ردت المندوبة الأمريكية داخل الجلسة على الاعتراض الروسي استخدام روسيا للفيتو خيار غير أخلاقي لا سببا لأن يترك الأسد استخدام الكيميائي في ظل حماية روسيا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أقرت أن الغاز الكيميائي الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات في بلدة خان شيخون السورية مصدره مخزن أسلحة للمعارضة التي تسيطر على البلدة واعترفت الوزارة بأن طائرات تابعة للحكومة السورية أغارت على البلدة في محافظة إدلب لكنها قالت أن الغارة أصابت مخزنا تجهز فيه ألغام تحوي مواد سامة للاستخدام في العراق ورد خبير الأسلحة الكيميائية الأمريكي الكولين الهامش دي بريتون جوردون قائلا أن التفسير الروسي للأحداث خيالي وأضاف أن فكرة إمكان انتشار غاز أعصاب مثل غاز السارين بعد قصف منشأة لتصنيع الأسلحة لا أساس له وجاء إعلان الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه لا وجود لأدلة على أن ما جرى في إدلب هو نتيجة ضربة جوية ليخلط الحسابات من جديد رئيس الحكومة سعد الحريري يؤكد من بروكسال أن الوضع في لبنان أشبه بقنبلة موقوتة قبل مشاركته في مؤتمر بروكسال لدعم سوريا ودول الجوار عبر رئيس الحكومة سعد الحريري عن إيمانه بضرورة إنهاء النزاع السوري متهما النظام بارتكاب المجزر الشنيعة في إدلب مضيفا أن الأطفال يقتلون والعالم يكتفي بالمشاهدة وألقى الحريري كلمته الرسمية أمام الوفود المشاركة في المؤتمر ورأى أن لبنان ما عاد يحتمل وجود مليون ونصف مليون نازح سوري طالبا إلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الخدمات العامة باتت مستندفة والبناء التحتية كذلك وغني عن قول أن الديون قد ازدادت بالإضافة إلى كل ذلك فإن التقديرات تشير إلى أن 500 ألف من الشباب السوريين واللبنانيين معرضين للتهديد و20% من الشباب اللبنانيين يشعرون بالتهديد من وصول اللاجئين السوريين وذلك قد يؤدي إلى أعمال عنف واضطراب اجتماعي ويؤثر على الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان السيدات والسادة الوضع الحالي في لبنان يؤكبر كنبلة موقوطة وأطلع الحريري الحاضرين على حادث جرى في عرسال واستند إليه للتعبير عن الواقع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون والسوريون بفعل أزمة النزوح المستمرة منذ ست سنوات عبدالله هو مزارع لبناني يعيش مع زوجته وأطفاله الخمس في عرسال منطقة محاذية للحدود السورية في العام 2011 قرع بعض الأشخاص باب بيته وقالوا له أنهم هاربين من المآسي في سوريا استضافوا هذه العائلة وشاركوها بيتهم المتواضع وبعد فترة أخرى قرع باب عبدالله مرة أخرى ولكن كانت منظمة تقدم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين لا تكفي بالكاد لهؤلاء اللاجئين ولا تكترث بالعائلة المستضيفة التي أصلا تتحمل عبء مساعدة اللاجئين عبدالله الآن يعيد النظر في هذه المساعدة هو فقير بقدر فقر هذه العائلة اللاجئة ليس لديه أي قدرة على دعمهم وهذا السيناريو متكرر بشكل كبير في لبنان ورأى الحريري أنه على الرغم من هذه الظروف الصعبة فإن لبنان كان قادرا على الوفاء بالتزاماته حيال مؤتمر لندن وهو يستمر في توفير الصالح العام العالمي نيابة عن سائر الدول علاقة طيار المستقبل بحركة أمل طالما حافظت على نوع من الاستقرار في أحلك الظروف السياسية فمن ناحية الطيار كان دائما يحيد الرئيس نبي برري في خلافه السياسي مع حزب الله وساهم في إعادة انتخاب برري رئيسا للمجلس بعد عام 2005 من ناحية هي الرئيس برري قال يوما أنا مع الرئيس سعد الحريري طالما كان إذا كان ظالما أو مظلوما التعينات في قوى الأمن الداخلي فتحت باب خلاف جديد بين طيار المستقبل وحركة أمل فما إن عين اللواء إعماد عثمان ورئيس فرع المعلومات خالد حمود كلا من الرائد ربيع فقيه رئيسا لفرع الأمن العسكري في المعلومات والعقيد علي سكيني قائدا لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي خلافا لرغبة الثنائي الشعي حتى اتخذ وزير المال علي حسن خليل قرارا قضى بوقف دفع النفقات السرية لقوى الأمن الداخلي فضلا عن سلسلة إجراءات إدارية في وزارة المال شملت موظفين محسوبين على تيار المستقبل تقضي بإلحاق مراقب الضرائب الرئيس طارق برازي بمديرية المحاسبة العامة ليقوم بالمهمات التي يكلف بها وإلغاء تكليف مصباح بوعرم كرئيس دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات وإعادته كمراقب ضرائب رئيس في دائرة التدقيق الميداني لماذا العقيد علي سكيني قائد منطقة الشمال؟ لأن تيار المستقبل يستكمل خطة وضع اليد على كل مناطق الدرك بلبنان المناطق الأربعة زائد شرطة بيرون إقادة مناطق الدرك لهم دور كبير بالعمل السياسي الانتخابي بالمعنى اللبناني للكلمة إذا ترك هذا المنصب لحتى حركة أمل تسمي ضابط ليشغله أكيد ما رح يكون طيع بإيه تيار المستقبل يواجه نجيب ميقاتي يواجه أشرف ريفي يواجه قوات ماني آدار كرمال هيك تعمى تيار المستقبل عبر اللواء إعماد عثمان أنه يعين العائد على السكيني بالشمال لأنه العائد على السكيني هن بيعتبروه يمكن ما يكون هاك هن بيعتبروه أنه هذا بيساعدهم بالانتخابات وفق المصادر أعطى الرئيس ميشيل عون القادة الأمنيين شحنة معنوية في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في بعبدة ووجههم لبناء مديريات أمنية ذات هيكلية متينة من دون استشارات أو الاحتكام إلى ضغط سياسي فكان تعيين قيادات المناطق الأربع لضباط من خريجي فرع المعلومات مادة مؤججة لجولة جديدة من المواجهات رايحنا على مواجهة كبيرة مفتوحة في ضغط بدون يميلسو الوزير علي حسن خليل وغيره من المسؤولين بحركة أمال على تيار المستقبل أولا حتى ما يعيدوه ثانيا بالآخر تصير فيه تسوية أنه أنت بترجع عن هذا الأرار أنا برجع عن هذا الأرار أو خلاص بيبقى الواقع الجديد كما هو عليه بدت تظلم كم ليهك لا يقعدوا الرئيس بري والرئيس سعد الحريري ويحلوا على القصة يعد قرار المدير العام للأمن الداخلي موقعا لثلاثة أشهر إلا أن تصويت ثمانية أعضاء من أصل أحد عشر عضوا في مجلس قيادة قوى الأمن ضد برقية الفصل يطيحها وعليه هل يمدد المجلس القيادي الفصل ويؤجج الخلافة الحاصل أم يسقط التعيين وتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه رواند أبو خزام قناة الجديد اجتماع لكتلة التنمية والتحرير عشية جلسة مساءلة الحكومة وبدأ يؤكد أن الفراغ يؤدي إلى تطيير البلد أربعاء عين التيني بدى حافلا باللقاءات والاجتماعات فكتلة التنمية والتحرير اجتمعت عشية جلسة مساءلة الحكومة وخرجت من دون إلقاء بيانها تاركة إياه إلى الغد عنصر مفاجأة في مجلس النواب وأشارت الأجواء إلى أن نجم الجلسة سيكون قانون الانتخاب إلى جانب خطة الكهرباء ومواضيع أخرى مثيرة للجدل وسط تأكيد النائب نواري الساحلي أن المنطقة يقضي بعدم الذهاب إلى تمديد تقني من دون قانون انتخاب جديد قانون نحن اللي كنا موافقين عليه يعني تماشيا مع حلفائنا هو القانون الاتودوكسي ولكن اليوم هذا مثل ما قوله بطل ماشي بالسوق وبالتالي يعني فيه كلام من أكثرية القوى السياسية أنه النسبي هي اللي عم نحكي فيها أنا برأي النقاش هو على الدوائر ووسط تمسك الرئيس بري بثلاثية لا للتمديد لا للفراغ ولا للستين نقل النواب عن برري في لقاء الأربعاء قوله أن الذهاب إلى الفراغ هو تطيير للبلد ولذلك فإن أي تفكير أو استسهال في هذا الأمر يعني مزيدا من السقوط والانهيار للمؤسسات في حين كان للنائب أصفين دويه رأيه فيما خصى الانتخابات قانون اللي بيجري عليه الانتخابات موجود هو ما يسمى بالستين بقانون الدوحة فهذا القانون موجود فعلينا أن نجري الانتخابات وحين صدور قانون جديد يحل المزلج اللي بده يطلع بالمستقبل إذا قبلوا يعملوا انتخابات في حال حصل هذا الشيء بيكون نحن بألف خير بتدل المؤسسات ماشي حرام نعمل فراغ بالبلد لأنه هنروح إلى المجهول والمجهول ما حدا بيعرفه شو هو ومن جهة أخرى شدد الرئيس برري على ضرورة الإسراع في التوافق على قانون جديد للانتخاب اليوم قبل الغد محذرا من الاستمرار في حالة التخبط والمراوحة أما لقاءات عين التيني فاستكملت بزيارة ودية للقائم بالأعمال السعودي تستضيف مدينة جبايل المهرجان البلجيكي الشهير تومورولاند في الصيف المقبل إلى جانب ثماني مدن من حول العالم منها تل أبيب يرى البعض حفلة تومورولاند الذي سيقام في الصيف دعوة إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي لأن لبنان يشارك مع إسرائيل وسبع دول أخرى في لقاء موسيقي متزامن بين جبايل وتل أبيب سوف يجري تبادل وقائعه بين كل المدن المشاركة من خلال البث المباشر عبر شبكة الإنترنت نحن نفينا نفيا قاطعا وجود أي بس بين لبنان وبين تل أبيب وهذا الموضوع نحن متدركينه قبل ما نعرف إذا بدك أنه رح يكون فيه كمان إسرائيل مشاركة بهذا الإيفنط هالسنه لأنه نحن شفنا أنه مشاركة كانت سنت الماضي نحنا تشارطنا على الشركة البلجيكية أنه نحنا إذا كان فيه بالبلدان المشاركة إسرائيل نحنا ما منريد يكون فيه لا بس من هنا لإسرائيل ولا بس من إسرائيل لهون أنا ما بحق إلي تدخل بيه شغل تومورولاند جلوبال لأنه تومورولاند جلوبال مثل أي برند موجودة بلبنان وموجودة بغير دول عربية وموجودة كمانا بإسرائيل يعني اليوم نحنا ما فينا كمانا نجي نعزل حالنا وكي على الآخر إذا هن عندهم وجود كبرودكت إذا بدك ناخده لبرودكت إذا عندهم هن وجود بهذه الدولة مش يعني نحنا ما بحقلنا نشتغل مع دولة بلجيكية ونحنا مع الدولة البلجيكية ومع الشركة البلجيكية بالقانون اللبناني نحنا ما عنا مشاكل يرفض المنظم الحفل تهمة التطبيع ويؤكدوا أنه تواصل مع الشركة البلجيكية صاحبة الحقوق وطلب قطع البث في خلال الحفل بين جبيل وتل أبيب المنظمين عم بيقولوا أنه لا نحنا قدرنا ننتزع من الشركة الدولية المنظمة أنه ما يعرض أنه يعني ما يتم عرض الاحتفال اللي عم بيصير بتل أبيب على شاشتنا بجبيل والعكس أصلا إذا هذا حصل إذا هذا حصل أولا الجريمي واقعة ثانيا آخر شي هذا هني عم بيعترفوا أنه شركة دولية هي المنظمة وبالتالي الخبر اللي بدي يطلع عنا للعالم والبث المباشر اللي بدي يطلع على العالم بده يخلق هيدا التشارك نحنا لا نعترض على هيدا التشارك اللي هو الفيديوي بالصورة نحنا نعترض على الفكرة من أساسها فلنتحد مع أرض الغد هذا هو شعار الحفل كما يظهر في الإعلان الترويجي فحتى لو قطع البث تبقى المشاركة تطبيعا ودعوة الاتحاد مرفوضة من كل لبناني يرى أن إسرائيل عدو يجب أن لا يكون جزءا من أرض الغد اسم النائب نديم الجميل سقط سهوا لدى الطعن في قانون الإجارات الجديد الذي لا يزال معلقا عمليات كر وفر بين المالكين والمستأجرين القدامى آخر فصولها رد المجلس الدستوري الطعن في قانون الإجارات الجديد وهو ما شجع بعض المالكين على البدء بإجراءات احترازية وما حدث مع زيبير قبل أيام مثال على ذلك صاحب الملك جاب معه خبير قال لي بديوا يصور البيت قام صور كل حد البلكون بعدين صاحب الملك قال لي أنه هيدا الخبير بديوا يصور بعد ما بعرف أمتين بديوا يجيب ورقة ورقة شو ما بعرف ورقة إيجار جديد ورقة شي ما بعرف بعد شوية قلت له طيب شو يعني قال 15 بالمية بدوا يزيد مع عاشكن هو هيك الأجار قصدي أجار المجلس الدستوري رد الطعن على أنه مقدم من 12 نائبا فيما العدد هو 13 ويعز تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإجارات الأمر إلى أن المجلس لم يتنبه لتوقيع النائب نديم لجميل وكذلك لم يتنبه للمادة الثامنة والخمسين من قانون الإجارات التي تربط تطبيقه بإنشاء صندوق المساعدات الخاص بالمستأجرين يعني ما في حدا يقدر يفوت على بيته ولا يخمله البيت ولا يوجه له أي انظار لأن القانون منه بعد موجود تجاهه بما فعيله طالما ما أنشئ هذا الصندوق أو الحساب هذا القانون غير قابل لتطبيق ومنه موجود حتى هذا القانون معلق بكيف تمفعيله للي بيستفيده من الصندوق يعني اللي دخلهم تحت خمسة أضعاف لحد الأدنى للأجور يلي هي 380 و 375 ألف أما اللي ما بيستفيده يلازم ينتبهوا على شغلة أنه أيضا يجب أن ينتظروا إنشاء اللجنة لأنه هي اللي بتحدد بدل الإيجار إذن اقتدى التوضيح قانون الإيجارات الجديد ليس نافذا بعد إلا أن ذلك لا يحسب بالضرورة لمصلحة أحد الطرفين فمشوار هذه القضية لا يزال طويلا جوال الحج موسى قناة الجديد بعد الإعلان النسبية في الجامعة اللبنانية فاديا كيوان هل تبلغ الأمم؟ المشنوف وبن نايف أهلا بكم من جديد الانتخابات الطالبية على قاعدة نسبية في الجامعة اللبنانية المدخل إلى تحقيق مطالب طلابها منذ عام 2008 غابت الانتخابات الطالبية عن الجامعة اللبنانية وأخيم السكون على مجالسها التي بقيت كما هي في انتظار أي جديد هذا الجديد أمل به الطلاب خيرا عام 2012 لأن دخول السياسة على خط الحياة الطالبية كالعادة أبعد العملية فأصابها ما أصاب مجلس النواب من تجديد وتمديد وطارت الانتخابات بذريعة العامل الأمني غير المؤاتي واليوم عاد هذا المطلب إلى الواجهة لمحاولة إنقاذ صرح وطني يعج بطلاب ومطالب كمنظمة شباب تقدمة أكيد من طالب بأن هذه الانتخابات تتم وعلى أنون نحن اتفقنا عليه بين كل المنظمات الشبابية بسنة 2012 وتناقش مع الإدارة وهذا الأنون على أساس نمشي فيه والإدارة وعدتنا أنه تمشي فيه بس بعدنا لهلأ ما شفنا هالشي الانتخابات الطلبية مطلب أساس عننا باتحاد الشباب الديمقراطية لأنه أساس المشاكل بالجامعة اللبنانية هو غياب ممثل للطلاب الفعلي والشرعي بالجامعة وتكون الانتخابات الطلبية بالجامعة هي نموذج من الديمقراطية على أساس النسبية لا يتعلموا مننا يمكن السياسيين باللبنان أنه تكون هي أساس للديمقراطية يعني الانتخابات هي مطلب أساس حيكون في حملة داخل الجامعة بالتعاون مع كل القوى اللي بحابة تشارك واللي بدل جاء فعلا الانتخابات الأهم من انتخابات المجالس الطلابية بكل كلية على حده هو تشكيل اتحاد طلابي انتخابات طلابية اليوم بعيدة الأمد فينا نقول كون مش عم بيتفقوا على قانون الاتحاد الطلابي مجالس الطلابية الموجودة حاليا هي مجالس شرعية بنص من رئيس الجامعة نحن معها يصير في انتخابات منسعى بكل جهدنا اللي حتى يصير في انتخابات وكل شيء مطلوب من الله حتى يصير في هذه الانتخابات نحن جاهزين نعمله هذا الشيء يشجع على أنه كل الطلاب يكونوا مشاركين بتوصيل صوتهم إذا بدك للإدارة كل الأطراف أبعدت عنها شبحوا تهمة عرقلة الانتخابات ورمت بالكرة في ملعب رئاسة الجامعة زريعة أنه الوضع الأمن هو الذي لا يسمح سقطه بالنسبة لأنا مدام كل الأطراف كانت متفقة على إجراء الانتخابات ليش ما صارت؟ بديك تسأل إدارة الجامعة في قوة بتقول أنه هي بدأة انتخابات بس هي مجلس الجامعة عم بتعطل هذا الموضوع المشكلة هلأ معقدة بقانون الاتحاد الطلابي يعني كيف بدأ يتشكل الاتحاد مش المجالس بالكليات أنون المجالس هيكون أنون نسبة الانتخابات وإنما هي بشكل أساسي موضوع عن رئاس الجامعة المشكلة أنه رئاسة الجامعة وقفت هذه الانتخابات بفترة من الفترات صار في حساسيات صار في إشكالات بين ناس وناس مش نحن الفرضنا أنه موضعنا يصير في انتخابات ما عاد الهاجس الأمني ذريعة لإبقاء أمر المجالس الطالبية على حالها والجميع يدرك اليوم أن عجلة الانتخابات تدور بكبسة زر من رئاسة الجامعة ألين حلاق قناة الجديد للمرة الأولى منذ تأسيس الأسكوا تقترب الأبنانية لتحتل أعلى منصب في المنظمة وتصبح وكيلة للأمين العام للأمم المتحدة أكثر من أربعين عاما مر على تأسيس الأسكوا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة تضم الأسكوا ثمانية عشر بلدا عربيا ومنذ تأسيسها اتخذت من لبنان مقرا لها وقد تعاقب على منصب رئاسة الأمانة التنفيذية للأسكوا ثمانية أمناء لكن أي منهم لم يكن لبنانيا بعد أكثر من أربعين عاما تقترب للمرة الأولى لبنانية من هذا المنصب وهي الدكتورة فاديا كيوان قطعت مرحلة المقابلة والتصفية وأنا بدي ألفت نظر أنه لبنان عم بحط فلوس كتير على استضافة الأسكوا مش مفروض أنه البلد تكون عم تتكلف الأدعى منظمة ويكون فيه إقصاء لأبنائها من تبوق مناصب قيادية فيها أنا بعتقد أنه صار لازم يجي دورنا أنا سمعت كمان بالتواتر أنه فيه مرشحة من دولة الكويت الكويت قدمت ترشيحة رسميا الاستحقاق الذي تخده كيوان اليوم يأتي في وقت حرج إذ لم يمضي بعد أكثر من أسبوعين على استقالة الأردنية ريمة خلف من منصب الأمينة التنفيذية للإسكوا لرفضها سحب تقرير يوثق الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين قبل ما تحصل هذه الحادثة كانت عم بتشارف على نهاية ترم طبعا وليتها وكانت بلشت بزيارات بروتوكولية بلبنان للوداع وأنا صراحة لما حصلت الحادثة فكرت إسحب ترشيحة بس بعدين قلت هذا موقع مهني وكل واحد بتصرف حسب ضميره والظروف هي اللي ما بدي أحكم على حدا هي ست شجاعة وبتعرف هي شو عم تعمل وهي عم تطلع من مهمة مش فايتة على مهمة فطلعت من الباب العريض بجو بطولة دعم رسمي يلقاه ترشح كيوان بعدما تبنت الخارجية اللبنانية الملف يبقى أن تستكمل المهمة بحملة دعم دولي كي تكسر القاعدة ويكون لبنان رئيسا للأسكوة للمرة الأولى نعيم برجاوي قناة الجديد وزير الداخلية نهاد المشنوق يعلن من تونس أن المؤتمر المقبل لوزراء الداخلية العرب سينعقد في بيروت في كلمته خلال أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في العاصمة التونسية اقترح وزير الداخلية نهاد المشنوق أن يتولى الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المبادرة لإنشاء نواة سلبة من الأجهزة الأمنية في مختلف الدول المشاركة في المجلس لتعزيز عملية تبادل المعلومات على نحو جاد وتشكيل ألية دائمة للتواصل والتنصيق والتعامل مع المستجدات وعلى هامش المجلس التقى المشنوق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بحضور اللواء عباس إبراهيم والوفد المرافق وتمحور اللقاء حول التعاون الأمني بين لبنان والسعودية وتعزيزه وإمكانية عقد مؤتمر مجلس وزراء الداخلية العرب المقبل في بيروت وأبدى ولي العهد السعودي استعداد المملكة لتقديم الدعم للبنان كان اللقاء منتاز وفي الخلوة أبدأ إيجابي لكل الطرحات التي تعبر عن فكرة الدولة اللبنانية القيادة السعودية أكثر انفتاحا وتفاهما لاستمرار العلاقات اللبنانية السعودية على إيجابيتها وعلى متانتها وعلى محبة دائمة للبنان والتقى المشنوق نظيره الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح بحضور اللوائين عباس إبراهيم وعماد عثمان وتركز البحث على تطوير التنصيق الأمني الثنائي وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب صفحة أخبار المحلية متفارقة في هذا التقرير المطارين الموارنة وفي اجتماعهم الشهري برئاسة البطيار كبشارة وطرس الراعي أملوا إنتاج قانون انتخاب جديد يوفر عدلة التمثيل ومكافحة الفساد ووقف الهدر سن قانون انتخاب جديد يؤمن عدلة التمثيل لجميع المواطنين على قاعدة العيش المشترك والديمقراطية التي تميز نظامنا السياسي على أن يتم ذلك قبل فوات المهل الدستورية رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووك أن الأيام القليلة المقبلة هي الفرصة الأخيرة لإخراج لبنان من أزمة خطيرة ولم يعد هناك من خيارات إلا الخيار الأوحد الذي يوقد البلد الاتفاق على قانون الانتخاب جديد يضمن صحة وعدالة التمثيل تنديدا بمزاحمة العمال السوريين والمؤسسات السورية للبنانيين اعتصم عدد من أصحاب المصالح الصناعية والميكانيكية في المدينة الصناعية بزحله وقطعوا الطريق عند مستديرة المدينة الصناعية دلهمية بالإطارات المشتعلة نحن ضد الشعب السوري يلي عم يفتح المحلات العشوائية نحن عم يضربنا لبى وزير الخارجية جبران باسيل في اليوم الثاني من زيرته أوكلند دعوة نظيره النيوزيلاندي موراي مكالي إلى عشاء أعمل وجرى عرض للعلاقات الثنائية والتقى باسيل وفدا من مجلس رجال الأعمال في الشرق الأوسط وكان تشديد على ضرورة التوطيد وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان ونيوزيلندا في طار التعاون بين المدرية العامة للأمن العام والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في لبنان وبالتنصيق مع مشروع تعزيز القدرات الوطنية للإدارة المتكاملة للحدود المرحلة الثانية أطلق مكون الدعم السويسري بحضور العميد فادي الخواجة ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والسفير السويسري في لبنان انتخب روجينا سناس بالإجماع رئيسا لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية وذلك في اجتماع للرابطة ببيروت انعقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحضور المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري ووزير القوى العام للمصري محمد سعفان والرؤساء والأمناء العامين للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية في الجزائر والمغرب والأردن وفلسطين وموريتانيا والستودان واليمن زملائي وأحبائي منذ مؤتمرنا في 30 تشميل أول 2015 لم نجتمع وذلك بسبب الحالة الصحية للصديق باباس الذي أوصاني بأخذ المبادرة كي نعقد هذا الاجتماع هذا اللقاء لتفعيل أهداف الرابطة وبالتالي لتطبيق خارطة الطريق التي اضطرناها في المؤتمر الأول ورأى نسناس أن التضامن هو المخرج لمواجهة التحديات وتقوى رفع راية التنمية في الدول العربية والآن إلى فكرة ديمقراطية العوافي منبدأ من المؤتمر دعم سوريا المنعقد ببروكسل ومنسمع كلمة الرئيس سعد الحريري بالمؤتمر وعنوانا النازحون كنبلة موقوطة يا أيها المجتمع الدولي ساعد لبنان لبنان على شفير الانهيار بسبب مليون ونصف نازح سوري الوضع في لبنان يزداد خطورة يوما بعد يوم الوضع في لبنان أشبه بقنبلة موقوطة هل ترون القنبلة الموقوطة أمامي؟ سأريكم إياها هذه القنبلة الموقوطة لأننا استقبلنا مليون ونصف مليون سوري ماذا تأخذ لبنان؟ عشان أكلنا صبيعنا ندامة كل ما حدا يقلنا حاجة فوتو السوريين نقولوا عنصري مالغلطة مقریبون هو ومختم بموضوع منع الصايد إلا بين أيلول ورعون مع النايب انعمطلة أبي ناصر والرئيس ميشيل عون وبكرة بشوفكم مرحبا فخامة الرئيس أهلا نعمطلة جاي بخصوص مانع الصايد فيه اعتراضي نقمي على الأرار بالشرف نعمطلة؟ هنين؟ مين؟ عند الشباب بهالمناطق الليش ما بتمنعوا السايد عن السوريين كمان؟ شو هالحاكي نامطالله؟ اران منع سايد التيور شامل بكل لبنان وبيتطبع عالكل لا مش عن سايد التيور عم يحكو عن سايد فرص العمل اللي بيكون مطلوب عشي بمطعم بروح اللبناني بيلاقي واحد سوري تصيد الوزيفة بيكون مطلوب بوندوز بمحلة يب بتروح بتلاقي واحد سوريين صايدة الوزيفة وهكذا دولاك امنعوا السايد السوري للوزايف ما هتحق رح يشتغل عالموضوع سلام عليكم قلول يا بدكو المزالة على حديقة القصر الجمهوري مو؟ اما الآن فلنتقلوا لفن الخبر مع زميلتي دارين شهين دارين تفضل الهواء لك مساء الخير الليلي كمان رح نتناول الفناني نانسي عجرم وأغني عم تتخطى المليون مشاهدة بضرف أربع تيام فقط ومواضيع أخرى من تبعها سوا عن جديد مساء الخير لكم مشاهدينا نشرت فن الخبر للليلي رح تتناول مواضيع عديدة نذكر منا بونجور الفيلم الوثائقي للزميل جورج صاليبي كما رح نظلنا بأجواء السينما وأنما الهوليوودية ورح نحكي تحديدا عن فيلم كولوسل للممثلة آن هاثوي وفيلم The Fight of the Furious للممثلة شارلي تارين من تابع سوا بدعوة من الواي دابليو سي اي الجمعية المسيحية للشابات بعين المريسة عرض الفيلم الوثائقي بونجور للزميل جورج صاليبي ويلي بيحكي عن بيوت بيروت الأديمة والتغيير العمراني والاجتماعي بالمدينة وبيتضمن شهادات للعديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية بالإضافة لحكايات عدد من البيوت الباقية ببيروت ومشاهد تمثيلية للفنان عبدالله حمصي المعروف بأسعد وبعد العرض أقيمت ندوة حول الفيلم وكانت مجموعة أسئلة عن بيروت وبيوتها وتاريخها من تابع وضمن إطار بروجرامنا اللي هو المامبرشيب بروجرام اللي هو بيصير كل أول أربعة من الشهر نعزم شخصية مهمة مميزة تحكي لنا عن عمل أو بتعطينا محاضرة ثقافية واليوم كان حزنا حلو وكان معنا الإعلامي المميز جورج صليبي كانت تجربة مميزة أنه اليوم عملنا عرض خاص لفيلم بونجور بيروت ضمن إطار نشاطات جمعية الوايدة باليو سي اي وكان مميز التجاوب وكمان إلى أي مدى استرجعوا ذكرياتهم ببيروت فكان لقاء حلو استعدنا في ذكريات بيروت الأديمة والوجه الحضاري والثقافي لها المدينة الحب زي الوتر للفنانة ننسى عجرم تخطط المليون مشاهدة خلال أربعة أيام فقط نذكر بأنها الأغنية هي من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم نسمعها المقطع عالميا حضرة النجمة آن هاثوي العرض الأول لفيلم كولوسل بلاس أنجلس مبارح برفقة زوجة وبتدور أحداث الفيلم حول إمرأة تكتشف أنه سلسلة الأحداث الكارثية اللي عم توقع بكل مكان ترتبط بشكل أو بآخر بالإنهيار العقلي يلي بتعاني منه نبقى ضمن الأجواء الهوليوودية وهالتصريح الصريح للممثل سلمحايك اللي أكدت فيه بأنه لو لمؤهلاتها الجسدية لما حصلت على فرصة بعالم هوليوود وأضافت كان الأمر محبط بالبداية لكني سعيدة بوصولي لهالسن حيث أن الجمال ما عاد هو المعيار الأول فبعد مسيرة 25 سنة أدرك الجمهور بأنه الفنان بيمتلك عناصر أهم من الجمال ومع الممثل سلمحايك بتكون وصلة نشرة فن الخبر لنهايتها بعد الأعلان إسلاموفوبيا روسية والطلاب أوقف السفيرة أهلا بكم من جديد يقدر عدد المسلمين في روسيا بـ 28 مليون نسمة يشكلون نحو 20% من السكان أي بين كل خمسة روس مسلم واحد ويشكلون أكبر أقلية دينية في روسيا أقاليم يدين سكانها بالإسلام وهي جمهوريات شمالي القوقاز وجمهوريتها باشكورتستان وتاتارستان وفي مناطق وسط حوض نهر الفولغا تفاصيل أوفى عن مسلمي روسيا في هذا التقرير اتهام قرغيزيا بتفجير محطة مترو سان بيترسبرغ سلطت ضوء على الجماعات والحركات الإسلامية في جمهوريات الحكم الذاتي في روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة ذات الغالبية الإسلامية في آسيا الوسطى مثل قرغيزيا وأوزباكستان وطاجكستان وتركمانستان التي شهدت نموا لحركات إسلامية متطرفة وتصديرا لمتطرفين إلى الخارج روسيا نفسها خاضت كذلك حروبا شرسة مع هذه الجماعات لسيما في جمهوريات الحكم الذاتي في القوقاز مثل الشيشان ودغستان حيث فرضت موسكو سلطاتها بالقوة لسيما بعد دخول قواتها العاصمة الشيشانية جروزني هم مواطنون روس يعملون جنبا إلى جنب مع سائر المواطنين الروس الآخرين وهم يقدمون تضحيات إن كان في الوحدات الأمنية أو في الجيش وآخرها في سوريا يعني قوام اللواء الذي أرسله إلى سوريا في الأسبوعين الأخيرين العصب الأساسي هو من المسلمين قبل الدخول الروسي المباشر في الحرب السورية تعرضت مدن روسية عدة لعمليات إرهابية عدة أخطرها الهجوم على مسرح موسكو الذي سقط فيه عشرات الضحايا عام 2002 وتهديد الألعاب الأولمبية في سوتي عام 2014 وتكثفت التهديدات لاحقا بضرب العمق الروسي بعدما غيرت موسكو وجه المعركة في سوريا وصارت اللاعب الأبرز فيها وكالة روزبالت الروسية لم تستبعد أن تكون جريمة سان بيترسبورغ من تنظيم قادة الجماعات القوقازية الإسلامية المقيمين في تركيا تم تفكيك شبكات إرهابية تم القبض على عدد كبير وخاصة في جمهورية درغستان أحيانا عدم الوعي الاستغلال الخارجي الأموال تصنع من بعض الأشخاص إرهابيين وكانت موسكو قد اتخذت إجراءات لردع هذه الجماعات صدر في الفترة الأخيرة قانون يمنع من إرسال للطلاب الروس في بعثات المسلمين في بعثات إلى الخارج لأنه تبين أن الكثير من هؤلاء عندما ذهب إلى الخارج للدراسة عاد ويحمل الفكر الوهابي وعلى رغم من هذه التهديدات لا خوف من إسلاموفوبيا في روسيا لكون المسلمين هم من صلب النسيج الوطني الروسي دارين دعبوس قناة الجديد كيف أوقف طلاب جامعة ران الفرنسية مؤتمر السفيرة الإسرائيلية في جامعتهم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة نعم شكرا للمشاهدة الإسرائيل أن نسألة بمحاركات في نظامنا في استيقافة إلى جلال إسرائيل ساعتقد أنك ما نسألة بعض الأرض ولل تقالد فقط التي تتخدمها على المنزل المنزل. سمع جداً للمنزل مستوى المنزل. وية نحن نحن نتخدم للمنزل المنزل. ويقال للمنزل. أتشاهدنا على أيها المنزل. اشتركوا في القناة مصر الخير داليا اكيد خبر الهجوم على خان شيخون كان الحدث الابرز على مواقع التواصل الاجتماعي وايضا فيديو اخترته من مصر وفيديو عن النجم العالمية كاندل جانر منتبعون سوا مرحبا الهجوم على مدينة خان شيخون بادلب كان الموضوع اللي استحوز على اهتمام الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بالعالم العربي والعالم ولما يصير هيك احداث قليمة وبالاضافة للصور الموجعة من قلب الحدث بتصير تنتشر صور كتير بتساهم بتضليل الرأي العام هيدا الصورة انتشرت على اساس انها مصورة بخان شيخون بمحاولة انقاذ فاشلة من الغاز السام بس بالحقيقة هي صورة لرسام تركي رسمة بال2015 وكان استوحيها الرسام من الاطفال السوريين اللاجئين وبوقتها فسر انه هاللوحة فيها امل بيظهر بعيون البنت اللي عم تطلع لفوق الرأس عاب وبمصر يمكن مش مسموح لكل الناس بس الاكيد انه ممنوع وعاب انه مدرسة الادب الانجليزي باحدة الجامعات انها ترقص على غنية للفنانة روبي على سطح بيتها وتنشر الفيديو على فيسبوك هيك بحسب ادارة الجامعة اللي قرر يتتوقف عن العمل اللي كان خلص التحقيق معه وتم انتقادة كتير من قبل قصم من الطلاب والناشطين على السوشال ميديا بمصر لانه نعتبر تصرف الدكتور مونا برينس غير اخلاقه لانه عم ترقص على غنية له بداري وهي خالفة العادات والتقاليد واسائط لمهنة التدريس ومونا جاوبت وقالت انه اللي عملته حرية شخصية والكل بيرقص وبيعبر عن شعوره بالسعادة من خلال الرأس عارضة الأزياء العالمية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي وتليفزيون الواقع كندل جانر عم تطلقى انتقادات كتيرة من بعد مشاركتها بإعلان بابسي الجديد اللي بيظهر فيه أشخاص بألوان بشرة مختلفة ومثليين جنسيين وبنت محجبة والقاصم المشترك بينتهم هو بابسي وبتكون كندل بإحدى جلسات التصوير وبس يمرقوا المتظاهرين من قدامها بتتحمس وبتقرر تشارك بالتظاهرة وبوقفوا المتظاهرين قدام الشرطة لترجع تجي كندل وتفتح تنكة بابسي لأحد الشرطيين اللي بيمبسط وبيبتسم للمتظاهرين أصحاب البشرة السوداء ما حبوا هالفكرة لأنها ذكرتهم بكم مرة الشرطة تعرضت لناس سود وبس لأن كندل وصحبة بشرة بيضة كانوا مبسوطين فيها لهون منكون وصلنا لنهاية أخبارنا اللي فيكن ترجعوا تتابعونا على صفحة تراندز على فيسبوك وفيكن تتابعونا على الحسابات اللي عم تمرق بأسفل الشاشة أخبار جديد من مواقع التواصل الاجتماعي بنشرة بكرة كان في النشرة مطاردة الإرهاب في أزقة المخدرات والسرقات شهيد ثاني والخطة مستمرة روسيا بلغت عن سوريا كيميائيا ومجلس الأمن ينقسم الحريري من بروكسال يروي حكاية عبد الله ويعلن عن قنبلة موقوطة الوضع الحالي في لبنان يؤكبر كنبلة موقوطة بري الفراغ سيطير البلد حرام نعم الفراغ بالبلد لأنه سنروح إلى المجهول والمجهول ما حدا بيعرفه شوه فلنتحد على أرض الغد مهرجان بين جبيل وتل أبيب مجهول الزميل جورس صليبي في نشرة فن الخبر وكان في تراد طب ليه بدالي كده؟ رأس المعلمة ممنوع تشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة